خلينا نروح سريعا لي زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي عشان يطمننا بشكل أكبر وأكبر على بعثة الفريق وكيف يستعد النادي الأهلي لمباراة الغد والاستعدادات النهائية عبارة عن إيه وما حدث بالتحديد كمان في الاجتماع الفني النهاردة يا فاروق أهلا بيك كل التحية لك أمير وكل التحية لكل مشاهدين وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ويا أمير بنظر التفاقل إن شاء الله يا ربنا يكمل على خير يا رب ونعود إن شاء الله من المغرب إلى القاهرة ومعانا كأس الحديثة عشر بإذن الله بإذن الله أحد أحد إن شاء الله هيحصل الكلام ده فاروق طمني على البعثة على الفريق الأمور ماشية إزاي برنامج الفرق عامل إزاي يعني عايزين نطمن يا فاروق بشكل كبير قوي قوي نطمن كل جميع النادي الأهلي يعني خلينا أقولك أمير صباحا كان الاجتماع الفني اللي جمع مسؤولي للنادي الأهلي طبعا في وفد النادي الأهلي اللي كان موجود فيه المهندس خالد مرتاجي الكابتن حسين مغالي الكابتن سيد عبد الحفيز الكابتن سمير عدلي كابتن ماهر عبد العزيز وأيضا يعني المسؤولي الكاف ومسؤولي نادي الأوداد أمور كتير أمير في هذا الاجتماع تم الاستقرار عليها في أمور كانت محسومة من قبل هو النادي الأهلي طبعا بعد إجراء القرعة النادي الأهلي أصبح الفريق رقم إيه في الملعب فبالتالي النادي الأهلي هيرتدي زيه الكامل التي شرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر طبعا أمير كانت فيه بعض المحاولات بتجرى لنادي الأهلي يغير لون الشورت يبقى لون الأسود لكن النادي الأهلي تمسك بزيه الرسمي بالكامل نادي الوداد البيضاوية هيرتدي القميص الأبيض والشرط الأسود ودي الأمور اللي استقروا عليها في الاجتماع الفني للمباراة أيضا تم تغيير مكان جلوس مقاعد بودلاء والجهاز الفني للنادي الأهلي تعرف يا أمير أن الفريق صاحب الملعب أو صاحب الأرض اللي فاز بالقرع والنادي الأهلي كان بيكون على يسار المقصورة ولكن مع خلاص عدم وجود أي فرصة لنقل جماهير النادي الأهلي من الجانب الأيمن للمدرجات الثالثة شمال في ملعب الوداد النادي الأهلي وافق أن يتنقل مكان جلوس الجهاز الفني واللعبين من الجانب الأيصر إلى الجانب الأيمن علشان يكون برفقة جماهير النادي الأهلي النادي الأهلي استجاب يعني يتنازل عن هذا الأمر من أجل برضو أنه يكون موجود جنب جماهير النادي الأهلي والحفاظ على جماهير النادي الأهلي من النقاط المهمة برضو أمير اللي تكلموا فيها في الاجتماع الفني وتم الاستقرار والموافقة عليها من جانب مسؤولي الكاف واللي أكدوا عليها تاني يا أمير ومن خلالك برضو بنقولها من خلال قناة النادي الأهلي تم التأكيد على عدم استخدام أو دخول الشماليخ لأرض الملعب تم التأكيد على عدم وجود الليزر في أرض الملعب تم التأكيد على عدم إلقاء الزجاجات في أرض الملعب من النقاط المهمة جدا مسؤولي الكاف صرحوا للنادي الأهلي إن تقنية الفار هتعمل بصورة مستمرة طوال اللقاء ما فيش أي كلام أو أي أمور أثيرت في تعطل أو لهذا الأمر ده يعني تأكيد خدوا المسؤولي النادي الأهلي وفدي النادي الأهلي من مسؤولي الكاف إن تقنية الفار هتبضل يعني ما فيش فيها أي مشكلة على مدار وقت المباراة علشان ما يبقاش فيها إخلال بيعني نظام المباراة أو شروط المباراة عقب أمير الاجتماع الفني طبعا كان المؤتمر الصحفي لي المؤتمر الصحفي لي مستر بيتسو موسماني ووليد الرقراكي المدير الفني لفريق الوداد طبعا مستر بيتسو موسماني تكلم على المباراة وقال خلاص أنا قدام تسعين ديه مش هتكلم على أي أمر إلا تسعين ديه إحنا موجودين هنا من أجل التسعين ديه هدفنا أن نحق البطولة باللعب فريق كبير زي فريق الوداد عنده طموح أنه هو طبعا يفوز بالبطولة إحنا عندنا للطموح أن نحافظ على اللقب بتاعنا أنا برتبط بعلاقة طيبة مع جماهير المغرب أو جماهير الوداد وأيضا رئيس محمد الشناوي طبعا تكلم على خبرات لعاب النادي الأهلي واتكلم على الكثير من الأمور على خبرات لعاب النادي الأهلي في التعامل مع زي المباراة وأن مباراة الرجاء كانت بالنسبة لنا بروفا مهمة جدا قبل هذه المباراة فرق اسمح لي بس عايزة أسألك سؤال مهم تسأل على فضل أمين تمام نحن نحن على المؤتمر الصحفي وتصرحات المدربين وكبات الفرق وكلام من ده أنا بس عايزة أسألك على العدد الأقرب من جماهير النادي الأهلي أنه يحضر المباراة بكرة بعد توزيع عدد كبير من التذاكر إمبارح وأكيد النهاردة كمان في استمرارية للعملية دي ممكن عدد جمهور النادي الأهلي يكون كام في المدرجات بكرة في مركب محمد الخامس مبدأين دلوقتي يا أمير ما أقدرش أحسم لك العدد كام من جماهير النادي الأهلي لكن الإقبال اللي احنا شايفينه من الجماهير والتوافد على مقر إقامة النادي الأهلي للحصول على تذاكر المباراة لكن في نقطة مهمة جدا يا أمير برضو أنه كان فيه دفعة تانية من التذاكر النادي الأهلي المفترض أن الاتحاد المغربي سلم للنادي الأهلي حتى الآن النادي الأهلي لم يستلم يعني النادي الأهلي ما استلمش الحصة الكاملة بتاعته من تذاكر المباراة والتي هي المقدرة والنادي الأهلي بعشر تلاف تذكرة. النادي الأهلي ما استلمش العدد بالكامل. هني استلم بعض الأعداد من هذه التذاكر في أعداد جماهير موجودة يعني بنقابلها بطيجي المقر إقامة النادي الأهلي بتحصل على التذاكر لزي ما قلنا مجانية من جانب النادي الأهلي أو مسؤولي النادي الأهلي. طبعا كل الأمور التنظيمية أكد عليها كمان الكابتن محمود الخطيب في اجتماعاته مع مجلس الإدارة أو مسؤولي السفارة على ضرورة توفير الأمان الكافي. مش لبعثة النادي الأهلي فقط كلعبين وكجهاز فني. ولكن أيضا كجمهور للنادي الأهلي. لكن إن شاء الله يا أميرة يبقى موجود عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله في مركب محمد الخامس. طيب فاروق عايزة أسألك بالتحديد على وجوه اللعيبة. أنت أكيد بتشوفهم في الفندوق. طمنا كده كجمهور للنادي الأهلي. هل وجوههم مستريحة في ضغوط مثلا عليهم كبيرة؟ ولا عندهم ثقة كويسة في نفسهم قبل المباراة؟ دي الأمور ماشية إزاي وتعامل ماشية إزاي؟ محاضرات أخبارها إيه؟ هل هي محاضرات مكسفة؟ ولا الماشية بالشكل الطبيعي من قبل الجاز الفني مع اللاعبين؟ الكابتن محمود الخطيب هل جلس مع اللاعبين؟ ولا لا قبل انطلاق المباراة غدا؟ يعني قلنا كل الكواليس دي بردو نبقى عارفين. بص همير أنت عارف أن دائما من خلال قناة النادي الأهلي بنتكلم بصراحة وبمصدقية. اللي احنا لمسينه مش من نهاردة ولا من نبارح له. يعني من ساعة يعني الأول وجودنا في طائرة الفريق وتوجه الفريق إلى مطار القيرة. ملامح اللعيبة ووجوه اللاعبين. لا فيه تركيز عندنا. فيه تفاول. فيه ثقة. فيه يعني إحساس بقيمة المباراة. بالنسبة لللاعبين. بالنسبة للجمهور. بالنسبة للنادي. بالنسبة للمجلس الإدارة. مجلس الإدارة أنه موجود بالكامل مع اللاعبين. موصل رسالة مهمة جدا جدا لللاعبين. احنا وصلين فيكم. النهاردة كلام محمد الشيناوي كابتن النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي. لا يعني الثقة موجودة يا أمير. انت عارف اسم النادي الأهلي وخبرات لعب النادي الأهلي. لكن طبعا بنتمنى التوفيير من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الوجوه بتاعت العيبة اللي احنا بنشوفها سواء في موقر الإقامة في التدريب. يعني التشكيل الأساسي الفريق النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني زي ما قلنا بيفكر في أكتر من طريقة. فالأمور دي كلها يا أمير الجدية اللي بنشوفها من اللعيبة الحماس التفاول. أنا تعرفني يا أمير أنا دائما بتكلم بصورة. أنا كفاروق أنا متفائل إن شاء الله إن شاء الله خير بإذن الله وربنا وربنا يكرمنا. وإن شاء الله يا أمير يعني بطولة بإذن الله يا أمير أهلوية. الثقة دية احنا برضو بنستمدها من حماس اللاعبين. خليني برضو يا أمير عشان برضو زي ما تكلم بمصدقية. آه إحنا موجودين في نهاية أكيد بينتبك الخوف. لكن اللعيبة نفسها هي اللي بتديلك التفاول. اللعيبة هي اللي بتطمنك. اللعيبة هي اللي بتديلك الثقة. فأنا بقول لك يا أمير ده اللي إحنا اللي نمسينه. يعني أنا اتكلمت معك يا أمير كلام من القلب. يعني مش أكننا قدام. يعني مش موضوع إن إحنا قدام الكاميرا ولا في قناة الأهلي. أنا أكلمك كلام من القلب. باللعيبة لوحب بيستمد منهم الثقة بيستمد منهم التفاول بيستمد منهم الروح يعني ملامح الكابتن الخطيب ملامح أعضاء مجلس الإدارة أعتقد بتغني عن أي جلسة تغني عن أي كلام. الكابتن الخطيب لسه طبعا هيكتمع مع اللاعبين لكن يعني صدقني والله يا أمير كل اللي إحنا بنشوفه من الجاز الفني من اللاعبين. محدش بيتدخر أي جهد ولا حد يعني هيتوانى أنه يعني يضيع ثانية أو دية من أجل أنه يعني يبزل كل العرق من أجل إسعاد جمهير المدلعين. بإذن الله يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا ويا رب دايما نكون موافقين في المباراة ونقصد.